أنا واحد من الناس الدكتورة دينا كنت فاكر أن المالتي فيتامينز هي يعني إلى حد ما مكمل غذائي بس مصطلح مكمل غذائي كان بالنسبة لي بيبقى مختلف شوية كنت معتقد أنه زي الحاجات اللي بيأخذوها الناس اللي بيلعبوا رياضات فيها مقاومة وجيم وحاجات زي كده واضح أن أنا كنت فاهم غلط لا المكمل فيك مكملات غذائية كتير جدا 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 لكن اللي أنا بتكلم عليه ده فيتامينز يعني الرياضيين مهم أنهم يأخذوا قلب مالتي فيت طبعا لأنه مصدر الفايتامينز لكن بيأخذوا بروتينات كمان أو بالزبط كاربوهيدريت وكاربوهيدريتس وأمينو أسد وحاجات كتيرة جدا لكن قلب مالتي فيت هو داعم أكيد للرياضيين ليه بقول داعم للرياضيين لأن الرياضيين محتاجين فيتامينز زي الزينك محتاجين الكابر محتاجين فيتامين بي 12 بكل مشتقاته وطبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة يا ريت بس السادة المشاهدين اللي بتتفرج علينا تحفظ شكل العلبة أو تصور شكل العلبة عشان لما تيجي تاخدوا من الصيدلية ما يدلهاش المديل لو كان لسه خلصان أو لسه ما وفرناهوش في صيدلية الماء طبعا احنا عندنا محافظات كتير جدا في مصر بقالي شهرين في قلب مالتي فيت لكن أكيد ما قدرتش أوفر في كل الصيدليات اللي نزل الصيدلية اللي جنبه ملقهوش كلموا على الرقم اللي ظهر على الشاشة رقم الكل سنتر يقدروا يساعدوكم ويقدروا يوفروا في الصيدلية اللي جنبكم أو يقولوا على الصيدلية اللي جنب البيت أيا كانت مخصف لأني ده أنا لاحظت عندي دكتورة دين أنا رحت الصيدلية في الولنية ما سملتهوش مهمة جدا كلموا عن طريق رقم الشركة وهم يا إما يوفروا في السيدالي الجنب بكم يا إما هيقول لكم السيدالي الموجودة جنب البيت